وإلى ملف حياة كريمة حيث انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمنطقة المستعمرة بالقصير لمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 131 حالة بمختلف تخصصات طبية عيسو تم إجراء الفحص لـ 26 فحص معملية وإجراء 11 أشعة وصنار وتم إجراءه 16 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة متواجدين لخدمة أبناء البحر الأحمر بنقوم بصرف العلاج بالمجان المريض بيقوم بالكشف ثم يعمل تحليل عندنا تحديد سكر وعندنا همجلبيين وعندنا أنزمات كابد وكلا واختبارات حمل التواجد الدوري هنا في مدينة القصير احنا قدرنا بقدر حد كبير جدا الحد من ألمية للأطفال بكشف الدورة عليهم وعلاج المستمرة لهم وأيضا متابعة السكر وتقليم المخاطر مرض السكر وعلاج عدد كبير جدا منهم طبعا قافلة بتعمل ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرقي بحياة الناس والحمد لله القافلة بتقدم خدمات كاملة متكملة وكلها مجانية وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والأمانة العلمية احنا النهاردة في عيادة تنظيم الأسرة بنقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة من استشارات للمنتفعات ثم تقديم الوسيلة المناسبة على حسب ظروف كل منتفعة